الظاهر كده إن الدولة البلاحية العظيمة لاحظت في الفترة الأخيرة إن الشعب المصري بيعاني معاناة كبيرة جدا لا مش معاناة بسبب غلاء الأسعار ولا الانهار الاقتصادي ولا الفقر ولا الجوع ولا أي حاجة من كلام الفارغ ده دي حاجات عادية أي شعب ممكن يستحملها ما فيش مشكلة يعني المعاناة الحقيقية للناس فيها واللي الدولة قدرت بسرعة بديهتها إنها تاخد بالها منها هي إن المواطنين خلاص ما بقوش قادرين يصبروا سنة كاملة بين كل رمضان والتاني عشان يتفرجوا على مسلسل الاختيار ويستمتعوا بإنجازات سيات الرئيس السيسي ويستطعموا بطولته الحمد لله شؤون المعنوية ما حبيتش تسيب الناس في المعاناة دي وقررت إنها تريحهم بدل ما هم بيهرشوا كده ومش قادرين يعيشوا من غير اختيار وعملت لهم بإيديها الحلوة بقى التصبير وأنتجت لهم مخصوص اختياراية صغيرة كرع الماشي عارف الخير الصغير اللي قد البلح ده عبارة عن عمل فني درامي ملحمي تاريخي بينقط بلح وقامت زي عافي المؤتمر الاقتصادي اللي كان شغاله اليومين اللي فاته دول كتر خيرك يا شؤونة معنوية والله الحقيقة إن الأعمال الفنية العظيمة اللي انت بتعمليها عن السيسي دي بتحقق هدفين مهمين جدا بتكرهنا في السيسي زيادة وبتكرهنا في الفن والله كمان فيما يبدو كده والله وأعلم إن جنابي المشير الرئيس الزعيم عفتاح السيسي مش قاعد على بعضه اليومين دول وركب وبتخبط في بعض وعنده إسهال مزمن ورعشة في خدوده والسبب في كده الدعوات اللي خرجت الفترة اللي فاتت للتظاهر ضد حكم معالي يوم 11 نوفمبر اللي جاي واللي تعب طبيب الفلاسفة زيادة ومطير النوم من عينه إن دعوات التظاهر دي جاية في وقت الناس فيها على آخرهم بسبب الفقر والجوع اللي بقوا غرقانين فيهم اللي شوشتهم بفضل سياسات سمو الزعيم والانهيار الاقتصادي وارتفاع الأسعار والجنيه اللي تقل قمته وبقى مسخة بين العملات وغيرها من البلاوي والكوارث اللي السيسي وقع البلد فيها كل الحاجات دي خلت سيادة الرئيس يتوجس خيفة من حوار مظاهرات 11 نوفمبر ده ويبقى الآن اللي حد من أهل الشر ولا أعداءه المتربصين بيه في الخارج والداخل ولا جناح مداري كده جوا الجيش أو أجهز المخابرات يستغل دعوات التظاهر والغضب الشعبي اللي عمال يزيد في الشوارع ويجاهز خزوء مغر يلي سيادة ويقعادوا عليه زي اللي الجيش عمله حسن مبارك في 2011 كده أو اللي السيسي نفسه عمله في الإخوان في 2013 عشان كده طبيب الفلاسفة لما بدأ يحس بالخطر قرر انه ما يسكتش ورغم الإسهال والمغص اللي عنده اليومين دول يعني اتعب نفسه وساب الحمام وراح عمل مؤتمر اقتصادي عالمي مخصوص عشان يطلع يحكي للمرة المليون عن إنجازاته لمالية حياته وإزاي أنقذ البلد من الضياع وخدها من إيديها ووصلها لبر الأمان بعد ما كانت تايها خالص ومش عارفة هي فين وما فيش معاها حتى أجرة الميكروباس عشان تروح وقعد بقى يكلبنا عن الإصلاح الاقتصادي اللي عمل والمعجزات اللي حققها والمشاريع اللي بناها واللي لولاهم مصر ما كانش هيقوم لها أم يعني هم نفس الكلمتين إياهم اللي السيسي بيبخوهم في وشنا كل مؤتمر أول ما بيمسك الحديدة ويشبط فيها بس تقريبا كده السيسي المرة دي ما اكتفاش بالهرتلة والكد والتدليس اللي بيقولهم بنفسه وشكله جي قبل ما المؤتمر يبدأ وأم ميل على الشؤون المعنوية ولا إيه تنسبين الواحد كده في الأقيم السودة دي ولا إيه ساعتها الشؤون المعنوية قلت له لها طبعا الرياسة طب من على الآخر إحنا شغالين على المسلسل اللي هنعمله عنك في رمضان الجاي إن شاء الله وفي بتاع عشر لواءات مال وهدومهم سايبين اللي وراهم واللي قدامهم ومع اسكرين في غرفة العمليات عشان يكتبوا السيناريو والمرة دي بقى هنحكي تاريخ معاليك من أوله وهنقول إنك انتصرت على التطر والصليبين مع بعض وكسبت معركة حطين وعين جلوت في نفس واحدة وبندور دلوقتي في العالم كله على الممثل يقوم بدورك يكون وسيم زيك كده وطول ومعدي التلاتة متر يعني نفسي مقاسك بالزبط عشان المصدقين لأن إحنا بصراحة لاحظنا إن ياسر الجلال إمكانياتك جثمانية أقل منك بكتير ومش بيعكس هبتك ولقمتك الفرعة خالص يعني بس السيسي ما عجبوش الكلامنا الأمر رمضان إيه هو أنا لسه أستنى أنت مش شايفين دعوات التظاهر اللي شغالة اليومين دول والمصائب اللي أنا فيها ده مش بعيد على ما يجي رمضان أكون أنا منقوع في اللبن والناس بنفطروا علي لا ما فيش الكلام ده هيعملولي أي عمل فني في السريع كده احكوا فيه إنجازاتي وفاهموا العالم كله أني أحصل رئيس في تاريخ البناء الدمين وأني خليت اقتصاد مصر أقوى من اقتصاد أمريكا وأني معايش الناس فرفاهية ما كانوش يحلاموا بيها وأكيد الناس لما هيتفرجوا على التدليس ده هيصدقوه وهيكدبوا عنيهم يعني وهينسوا الفقر والجوع اللي عايشين فيه على إيدي والشهادة اللي لا شؤون المعنوية ما كدبتش خبر وجريت على طول عشان تنفذ أوامر سيادة الرئيس وقمت جايبة ورق وقلم وكتبت سيناريو عرة كده في ربع ساعة وبعتت جابت شوية كمبرسات وشحنتهم في ميكروباس على مدينة الإنتاج الإعلامي وحفظتهم أدوارهم كويس وبعد كده دورت الكاميرات وهاتك تصوير وبعد ما خلصت خدت العمل الفني الجميل ده وطلعت بيها على المؤتمر الاقتصادي وعرضته هناك وطبعا عظمة زي دي معمولة بإيد مواهب الشؤون المعنوية ما كانش ينفع تفوتنا من غير ما نشوفها ونستمتع بيها بيه تدور الأحداث في إصار شيق وملزق وجميل يعني يقول للخيابة والسماجة وتقل الدم والتزوير والتدليس قوموا ونعود مطرحكم حوالين الدكتور إسماعيل أستاذ الجامعة العبقار الجهبز المثقف اللي عارف كل حاجة ومستوعب الأشياء وقاري وبيفهم في التاريخ والجغرافيا والسياسة والاقتصاد ومفيش حاجة بتخفى عليه وحافظ كل الأرقام والحقائق والأحصائيات والدراسات اللي تعملت منذ فجر التاريخ لحد النهاردة وطبعا شخص بالعبقارية دي أكيد يعني هيبقى أكتر واحد عارف قيمة سيادة الرئيس النبي عفتاح السيسي ومقدر حجم الإنجازات والتنمية والبطولات اللي بيعملها في البلد على مدار التسع سنين اللي فاتح لأن إنجازات سيادة الرئيس زي ما انتم عارفين صعبة ومعقدة ومش أي حد يقدر يشوفها أو يلمحها أو يحس بيها يعني ومحتاجة واحد عبقاري وبرينس في نفسه زي دكتور اسماعيل كده عشان يستوعبه نوع من الأحداث بتبدأ بأن اسماعيل بيصحى الصبح زي أي أستاذ مجتهد وبيروح الجامعة عشان يدرس للطلبة ويسقيهم العلم والمعرفة بالمعلاقة ويكسب فيهم سوابه وسبحان الله يا أخي بالصدفة كده ولجل الحظ كان موضوع المحاضرة هو التطور الاقتصادي الفشيخ اللي حققته مصر من بعد صورة يوليو والحد دلوقتي يعني والله دكتور اسماعيل هو الموضوع جميل جدا فعلا بس يعني أنا مش شايف إنك محتاج محاضرة ولا حاجة لأن التطور الاقتصادي اللي حصل في مصر على قيد دولة يوليو واضح زي لطشة الشمس والتقدم اللي بقين فيه ظاهر قدام الدنيا كلها لكن للأسف الطلبة اللي كانوا قاعدين يسمعوا محاضرة الدكتور اسماعيل ما يعرفوش الكلام ده لأنهم بهايم وعيال ومش فاهمين حاجة وفضيين من جوه وما بيروش تاريخ وبيصدقوا أكاديب السوشال ميديا وأعداء الوطن ومن الآخر كده شكلهم دخلوا الجامعة بالغش بس مع ذلك الدكتور اسماعيل بكل حنية وهدوء وحب وتفاني قرر إنه يحتويهم ويقول لهم الحقيقة ويتقبل اعتراضاتهم ويناقشهم ولك إننا في جامعة كيمبرج وبدأ بايفاهمهم قد إيه اقتصاد مصر قبل اتنين وخمسين كان هاش وضعيف كان بسكوتة والشعب المصري كان فقير ومعدم وضايع والناس كانوا متقسمين نصين شوية بتربطوا في الشجرة عشان البشوات والإقطاعين يجلدوهم والباقين بيتسحلوا زي محمد أبو سويلم في فيلم الأرض بالزبط والدليل على الضعف اللي البلد كانت فيه إن الكوليرا تجرأت علينا وقتها ودخلت البلد يعني الكوليرا دي ما كانتش وباقة عالمي قتل ملايين الناس في الكوكب كله زي ما الناس فاكرة يعني لا خالص دي كانت معدقة جنبنا بالصدفة كده وبعدين قالت إيه البلد اللي اقتصادها ضعيف خالص دي وما فيها الزباط جيش يحكموها ويقفوا قصادي ويمنعودي طب دي فرصة سعيدة قوي عشان ندخل قتل في شعبها شوي خلي الملك ينفعهم بقى بس طبعا كل ده تغير بعد صورة يولي والزباط الأحرار ميسكوا البلد ومالوها شركات ومصانع واهتموا بالاقتصاد وطوروه وبانوا جيش عظيم وخلقوا دولة قوية قادرت تنتصر على إسرائيل في حرب 67 انتصار ساحق بس احنا محبناش نقول الصهينا اننا انتصرنا عليهم وفاهمناهم ان هم اللي انتصروا عشان ما نكسرش نفسهم يعني ونزعلهم مش أكتر آخر جزء في محاضرتنا ازاي اقتصادنا تطور بعد صورة يوليو 52 لغاية المعارض حضرتك اكيد تقصد ازاي تدهور لا اطور يا ضي وتعدين كمان اطور ازاي يا دكتور احنا كنا بنسالف انجلترا وفرنسا زمان خلط احنا مش قلنا كلام السوشيال ميديا ده يتساب بره بجامعة احنا هنا بيكلفوا معلومات يعني ارقام واحصائيات حضرتك ممكن تقول لي ايه يا الاحصائيات فضل ريخ احنا قابل صورة 52 كان اقتصادنا قايم على الزراعة مش فاية مصارع صغيرة كده كان بيمتلكها غالبا اجانب لكن مواردنا كلها كانت جاية من الزراعات القط كان القطن بتاعنا يتشار من غير يروح لانجلترا مباشرة يصنعوها هناك وكانوا بيخدوها عن نقطة يقول لك احنا بنسلفهم وحوال المصريين للأسف كانت صعبة جدا ايه يا انسا ليك صدر هي ازاي كانت صعبة يا دكتور يعني الصور اللي بيجوفها بتبين شوارع نظيفة نسمة شايكة وردو الليلة احنا قلناها ما ناخدش معلوماتنا التاريخية من الصور بس طيب ايه دكتور اسمعيل ما يمشيش معاك ان الزباط الأحرار دول مالوا البلد قمع ولغوا الديمقراطية وقسموا الدولة ومواردها على نفسهم وكانوا بيديروا اقتصادها على مزاجهم من غير ما يبقى عندهم اي خبرة او كفاءة لحد ما ضيعونا وبقى كل زابط من الشل اللي يعجبوا قطاع او شركة يروح يمسكها ويملاها فساد من غير ما يبقى فيه جهة ترقبه او تحاسبه بعد ما الصورة لغت الاحزاب والبرلمان والصحافة الحرة ما يكونش معاك طيب ان الزباط الأحرار دول نفسهم وزعيمهم المهزوم ضيعوا موارد مصر على الحروب اللي جابت لاقتصادها على الأرض زي حرب اليمن بس تقريبا كده الدكتور اسماعيل ما درسل حاجات دي في الكلاس وهو بيحضر رسالة الدكتورات بتاعته وبعد ما خلص وقت الغازل الصريح اللي قالهم عن عصر عبد الناصر قام ناطط على عصر السادات وقعد يدافع عن سياسة الانفتاح ويقول انها كانت ضرورية وان الهدف منها كان تعويض المصريين عن الويل اللي شافوه أيام الحرب بس تقريبا كده احنا جينا نعوض المصريين قمنا دايسين عليهم بالغلط وفقرناهم وقضينا على الطبقة المتوسطة وغرقنا البلد بالسلع المستوردة وخلصنا على شوية الانتاج المحلي اللي كان عندنا بس كده يعني شوية أخطاء بسيطة لا تذكر بعد كده الجرس ضرب تقريبا والدكتور اسماعيل سب مدرسته رمى كورسته ورجع على البيت وهناك لقى أفراد عيلته من كل الأعمار متجمعين عنده وجيله من التجمع لحد أكتوبر مخصوص عشان يعودوا معاه ويستمتعوا بأجواء عائلية بهيجة وهنا بقى بتبدأ مرحلة جديدة خالص من العمل الفني العظيم ده وهي مرحلة إنجازات زغلول الزغليل طبعا الجزء ده مهم جدا وهو محور الفيلم أساسا واللي فده كله مقدمة مش أكتر يعني عشان كده سؤون المعنوية اهتمت دي بالزيادة وركزت قوي وهي بتعمله وطلعت فيه كل مواهبها المعدومة الموضوع ماشي في سكة إن سيدات الأسرة المتوسطة البسيطة دي اللي عايشة في شقة طويلة عريضة قد استاد القاهرة بيعودوا يشتكوا من الأحوال الاقتصادية وبيسألوا أسئلة سطحية وعبيطة جدا عن الدعم والكباري والاستثمار والتنمية وتعويم الجنيه والمستقبل المشرق وطبعا الأسئلة دي كلها بتقع في حجر الدكتور اسماعيل ولفيف من رجالة العيلة وبياخدوها على صدرهم وبعدين بيقوموا مجاوبين عليها كلها إجابات شافية ووفية ومقلوزة وبتنز تدليس وكذب وتزوير وحقائق مقلوبة ومعلومات مغلوطة ونقصة وتطبيل للبلح وإنجازاته يعني نقدر نقول إن الدكتور اسماعيل والكمبارسين اللي معاه كانوا أيمين بدور صور مستنسخة من السيسي وطبعا الإجابات دي كانت بتقنع ستات العيلة وبتفحمهم على الآخر وبتخلوهم يؤمنوا بنبوة سيادة الرئيس ومعجزاته على طول وبيبقى ناقص بس إن هم يطلعوا صور السيسي ويلحسوها ولأن الإخوة اللي وقتك كوحيل بتوع الشؤون المعنوية غوين فن من صغرهم وأسدزة في الدراما ما شاء الله فمردوش إن الحوار يبقى ناشف كده وعبارة عن أسئلة وإجابات بس زي البرامج التعليمي لا دول اجتهدوا وصرفوا وكلفوا وأبدعوا في الحوار والمشاهد عشان يطروها شوية ويخلوا المتفرج ما يزهقش ولا يحس لحظة بالملل عشان كده اتلاقيهم غيروا اللوكيشن اللي الأسرة قاعدة فيه أكتر من مرة بشكل مبتكر وما يجيش على بال مخرجين هوليوود فمنشوفهم مرة قاعدين في الصالون ومرة في الصفرة ومرة في البلكونة مش بس كده كومي دي نفسه ويكسف يقولها والله وأنا كان يعني رأيي بصراحة أن الإخوة في الصؤون المعنوية ما كانش لازم يتعبوا نفسهم ويتعبون معهم ويعصوروا سخفتهم دي لحد ما تطلع على الإفهاد دي لأن كده كده الكلام الجد اللي موجود في الفيلم يفطس من الدحكة أساساً من كتر ما هو هبل ومباشر فعم كناش محتاجين كومي دي أكتر من كده عشان يعني من أجل صحيتنا الإنجابية الحوار بدأ قبل الغد عن تحرير سعر الصرف وانهيار الجنيه وارتفاع الأسعار وساعتها الدكتور إسماعيل اشتغل في التطبيل على معدى فاضية حبة عيني وقعد يقول أن التعوين ده كان ضروري جدا لأن الجنيه كان حران ومحتاج يعوم وأن كل اللي كان بيحصل زمان ده مجرد مسكنات كانت هتودي البلد في دهيا لو استمرت طب ليه دكتورة؟ قال لك لأن الدولار في الحقيقة طول عمره أغلى من الجنيه بكتير لكن الدولة هي اللي كانت بتتدخل بأيديها عشان تقلل قيمته وتزبطها وتشند الجنيه والحركة الويسخة دي لما أغزة كانت بتأثر على الإنتاج المصري خالص وبتضر لأنها كانت بتاملى البلد سلع مستوردة وأسعار رخيصة وأقل من المنتجات المحلية يوم الناس الأندال يروحوا يشتروا الأجنبي ويسيبوا المصري شوفتوا بقى المسكنات كانت مضرة إزاي؟ لما الشعب بقى ركب دبابته وفق 2013 وعمل انقلاب على السلطة الشرعية وطلع جاب السيسي من فوق النخلة عشان يمسك البلد بالعافية مع أنه ما كانش عاوز ولا غاوي سلطة سادت المشير بص على اللي بيحصل وما عجبوش الكلام ده وقال إحنا لازم نبطل نتدخل في سعر الصرف عشان الدولار ييعلى قوي والمستورة دي يغلق والناس يرجع تشتير السلعة المحلية تاني والإنتاج المصري يكسب ويبيع وينتعش بس إن ديس جالت مبسوطة يا سماعيل أيها لأنهم ما كانوش داريانين إن ده يرجع عليهم بالخسار ده ماليش واحدة وحدة علينا بقى دكتور عشان نفهم لما يكون كلام على الفلوس تفاهمنا بقى إيه اللي بيحصل كلام بفلوس حاولولك ببالش تقولنا أن الدولار سعره الحقيقي عشرة جنيه دولة الدخلين وليبقى سعره خامسة جنيه بس اللي بيحصل إيه السنة اللي بيدي للبين بيت دولار اللي هتمنع بسعر المحل بتاعنا ألف جنيه بتتباع في السوق بخمسونة جنيه طب هو في أحلام كده أيها بس دي حلاوة هتكسعك بعد كده لأن المنتج المستورد بقى بيباع أرخص من تأمنه الحقيقي ونتحول إحنا بقى لشعب ومستهلك ونستورد أكتر لأن المستورد أرخص من المنتج المحلي اللي يعني عمالي يقصر لأنه بيباع بسعر الحقيقيقي يا سيدي هو يعني البديل المحلي دي كان ابن عمنا خلينا نتبسط مهمتي مش هتتبسطي كده كتير مع أول هزة هتحصل زي اللي حصل في 2011 و2013 كده الدنيا هتبوز هتيجي بقى الدولة تطلع من الاحتياط النقدي ما تلاقيش صح يا دكتور؟ صح طبعا هنبقى لحصلنا ولا بقى لحشان والمعينة في الياب أيها ما انت خلاص منتج المحلي بتاعك خسر وفلس ومعنديش عمل عشان تستوردي وندخل بقى في أزمة عنيفة أسلام أما قصة عيبرة بصحيح طب الله حلو الكلام ده بس يا ترى بعد ما فات ست سنين على تعويم الجنيه وتحرير سعر الصرف الانتاج المصري بقى أخباره إيه؟ الضهر بقى وحلو والسلع المحلية غرقت السوق والناس بيختفوها من بعضها في المحلات والمكان بقى شغال في المصانع المصرية على ودنه ما بيونش ولا احنا لسه برضو بنستورد كل حاجة عادي من أول الأمح والمحاصيل والمنتجات الغذائية والمواد الخام لحد رباط الجزم البنص اللي هي من غير رباط أصلا التقارير الرسمية اللي بتصدر من أجهزة الدولة بتقول إن الواردات المصرية من الخارج بتزيد كل سنة أكتر بالسنة لقبلها والنتيجة الوحيدة للتعويم اللي كل شافها وعانى منها على أرض الواقع مش في صالون الدكتور إسماعيل وصحبته هي إن أسعار كل المنتجات ارتفعت على الناس والزحلاء وتحت خط الفقر الخط اللي معدلاته بتزيد في مصر كل سنة من ساعة التعويم حسب التقارير الرسمية برضو والحوار في القاعدة الأسرية اللذيذة دي مخليش من شوية تنبيط على أيام مبارك وتوجيه رسائل شؤونية معنوية بلاحية كده للناس اللي لسه لحد دلوقتي بيحنوا الأيام أبو علاء ومرة واحدة كده لقينة الدكتور إسماعيل بيتنرفز وتعصب وبيهيج وبيقولوا أنت ونسيتوا البنية التحتية الخربانة والشوارع المتكسرة والمدارس التعبانة والعشوائيات اللي الشعب كان عايش فيها ولا إيه لا طبعا دكتور إسماعيل ما نسناش ولا حاجة يعني احنا عارفين كويس إن الناس كلهم حاليا سابوا العشوائيات وسكنوا في فيلال بتلقى الجنائي والشوارع دلوقتي جميلة ومليانة شجر ومفاشك وامز بالا ولا المجاري بتضرب فيها خالص يعني والمدارس بقت متطورة ومليانة تخت ومناهج حديثة وأجهزة تابلت بايز والعيال ما بيعودوش على الأرض في الفصول ولا حاجة بس أنا عاوزك يعني اتهدى كده ومتتعصبش لأنك لسه ما تغدتش وممكن يجي لك هبوط بعد الشر يعني وتروح فيها والوطن محتاجك عشان تكمل فيلم إحنا كلنا كنا كمان فرحمين لأننا كنا واخدين مساكن وإيه يعني المساكن طب ما هي الناس قبل 2011 كاتمشية بالمساكن وهي ماشي لأ ما كانتش ماشية ولا حاجة ومالا هي الناس كتب من ضايقة ليه ماشية زاية يا تونسيتوا البطلة تونسيتوا الشباب اللي بيتخرج من الجامعة كل سنة ويقعد جنب أهله بالسنين مش لايش غلانة ولا بايرة السنية اللي بيأكل في كبد المصريين ولا الشباب الشابي بيبقى بيحلم بشاقة ويقعد تحدي مبقى عنده 40 سنة على مئلم فلوسها وأول ما يجي يسكن يسكن في العشويات المرعبة بلد إيه اللي 60% من مبانيها عشويات مدارسها محتاجة مدارس مستشفاتها محتاجة مستشفيات تونسيتوا ألا إيه والحمد لله الغد جهز والأسرة الجمعت عالصفرة وقولنا إن شاء الله هيعودوا يأكلوا بقى من سكات ويكتموا بس للأسف ده ما حصلش ودر حوار هابط طويل مليان مغالطات وتدليس عن إلغاء الدعم اللي تقدم في صورة مشوهة وبعيد عن الحقيقة بيقولك إن الدعم الوحش اللي كان موجود زمان ده باختصار يعني هو إن الضرائب اللي الناس الغلابة بيدفعوها من دم قلبهم وقوة عيالهم كانت بتروحها لدعم البنزين اللي الأغنية بيفولوا بيها عربياتهم والكهرباء اللي المليارديرات بيشغلوا بيها أجهزة تكيفهم بس كرة يا جماعة هو ده الدعم اللي إلغاءهم زعالكم ولما جناب المشير بقى تراستق على كرسي الحكم رافض الكلام الفارغ ده لأنه راجل حقاني وأمين أوي وإشاريف أوي وقام كتر خيره لغي الدعم ووجه كل فلوسه للحاجات المفيدة لتنفع الناس زي تطوير البنية التحتية سيبك تبعويني خلينا بقى في الدعم اللي تشال بزمتك ينفع كنا بنفول العربية بتلاتة جنيه لتر دلوقتي اللتر بداخل على عشر بني عشان كنا بنتفعلك منجبنا سبعة جنيه على كل لتر بنزين بنجيبكو إيه لا يا أخويا ده بنجيب الدولة الدولة مين زينا وأنتي وهي يا أغوة خلينا بصطها لك اعتبر الدولة دي زي الأسرة الأسرة بيدخل لها فلوس من مرتب الأب فبتصرف على قد الفلوس اللي بتخشي لها دي بس الدولة معدهاش مرتبات مو بيجيب فلوسها من الدرائب فلازم إن بتصرفهم تعرفي حتصرفهم فيه صح الكلام؟ بس لبط الدولة ليه أولويات يعني ممكن تصرف الفلوس بتاعتها في البنية التحتية تبني مستشفى تبني مدرسة تصبح طريق مش تحط ليه بنزين في عربيتك عشان تبني مبسوط أورادي أي بناء أدب في مصر معدى الدكتور إسماعيل وشوية العرر اللي كتابوله السيناريو المهاربة ده عارف كويس قوي إن أي زيادة في سعر البنزين أو تقليل في دعمه بتأثر على كل حاجة في البلد من أول المواصلات العامة اللي الغلابة بيركبوها كل يوم واللي أجرتها بترتفع مع كل زيادة لحد أسعار الخضار والفكهة وكل السلعة اللي بتغلى برضو بسبب الارتفاع اللي بيحصل في تكاليف النقل والتصنيع يعني الموضوع مش على قد تنكل عربيات الملاكي بس وبعدين هو مين قال أصلا إن المواطنين اللي بيتفاعوا ضرائب وعندهم عربيات أغلبها جاي بالقصد أساسا ما يستحقوش الدعم هم قال لهم بيتفاع ضرائب للدولة ليه زي كمسلا يعني ولا صدق ولا بينقطوها وبرا بقى حوار البنزين ده إلغاء الدعم تسبب في خروج ملايين المصريين من منظومة التموين وحرمانهم من السلعة الأساسية وحتى شوية اللي بمهم داعيالهم ولسه ما تشلوش من التموين السلعة اللي بياخدوها عمالة قل وتخص وتنقص وأسعارها بتزيد كل شهر لحد ما بطاقة التموين بقت زي قلتها أصلا وبتكفيش واحد في المية من احتياجات أي قصة إيه بقى علاقة الكلام ده بعربية طنت الغنية وتكيف عم المليونير واللي هو أي تدليسه خلاص ولو أنت طبيب الفلاسفة عاوز تاخد من الأغنية وصعبان عليك أن هم ياخدوا دعم ما يستحقوهوش ما تروح تعمل ضرائب تصعودية على صراوات المليارديرات وأرباحهم بدل ما أنت بتفرد ضرائب ورسوم على الفقرة بس كل نص ساعة طب هي الفلوس الكتير اللي توفرت من الدعم اللي تلاغة ده كلها تحولت لتطوير البانية التحتية خط لازق كده ما راحتش يعني ليمين والأشمال يعني ما فيش شواء صغيرين منهم كده اتصرفوا على أبونا الأسور الرئاسية والاستراحات وشيرة طيارات بتاع سيادة الرئيس طبيب الفلسفة ما مدش إيده الشريفة وخد من الفلوس دي كم مليار كده على الماسي وجاب بيهم سلاح مصدي من أوروبا عشان يشتري الرضا الغربة عن سلطته وسكوتهم على مصايبه وبلويه وانتهكاته لحقوق الإنسان ما فيش حاب تفكى كده راحوا على الفناكيش ومؤتمرات الشباب والسيسي كان بيصرف على الأولويات العظيمة دي من مرتبه ويرسل حق جمه الغريب بقى أن بطل الفيلم دكتور اسماعيل رغم أنه واضح جدا أنه بيفهم في الاقتصاد وعارف عنه كل حاجة زي ما احنا شايفين بس رغم كده ما جابش سيرة خالص عن أن القرارات العظيمة دي زي تعويم الجنيه وتحريس سعر الصرف وإلغاء الدعم كانوا من ضمن شروط وأوامر صندوق النقد الدولي اللي فرضهم على السيسي في مقابل أنه يرضى يشحته ويسلفه ويديله قروض متلتلة عشان يقدر يعمل فناكيش ويغرق بلد في الديون معقولة الدكتور اسماعيل ما كانت شعر في معلومة دي طب الشؤون المعنوية اللي كتبت السيناريو هي كمان ما عنداش خبر ولا يكونش يسوها عليهم ونسو يقولوها أصل مستحيل يعني يكون قصدين يخبوها دول مش مدلسين ولا كدبين عشان يعملوا حاجة زي كده فيه بقى هنا نقطة مهمة جدا وهي القرارات المصيرية اللي زي رفع الدعم وتعويم الجنيه وغيرها من الإجراءات اللي بتأثر على عيشة الناس وبتقلب حياتهم فؤاني تحتاني مش من باب أولى برضو إن الناس دول اللي هيدفعوا التمن وهيدوقوا المرار يشاركوا في القرارات دي واتخذ رأيهم فيها واللي هو الطبيعي إن شخص واحد مستبد وديكتاتور يصحى الصبح ويفرض عليهم القرارات اللي على مزاجه وليه مجرد إنه شايف نفسه نبي وطبيب فلاسفة وهو الوحيد اللي بيفهم ولما نكتشف بعد كده إن القرارات دي غلط والدنيا طبوز والبلد تخرب بسببها نرجع نقول للناس معلش يستحمله ونقعد بقى نجدب وندلس ونخترع مبررات وننتج أفلامه وسلسلات بتنقط تزويره وتطبيله وبتسقف للباشا صاحب القرار وبتتغزل في عبقريته وطبعا ما كانش يصح أبدا إن أجهزة السيسي وشؤون المعنوية يفوتوا فرصة فيلم ملحمي زي ده من غير ما يجيبه سيرة صورة انقلاب 25 يناير والخسائر اللي حصلت بسببها والاحتياط النقد الأجنبي اللي خلص على قديها هي والإرهاب الغشب طيما وصلنا 2011 تحتاجها بدأ النهار مش السوسة بس وصلت للعصب المساكن كمان خلص يا دي 2011 هو كلما يحصل مشكلة هتقول لنا 2011 الصوت كتا دي أعلى زي ماما على فكرة بسيش هتتوفين لبالي يا بنتي بشي تغيير حصب مش تغيير واحد وتغيير ايه في 2011 و2013 الأحداث اللي حصلت تبعاتها الاقتصادية كانت مرادة ده إحنا خسرنا قد الاحتياط النقد اللي إحنا كنا فرحانين بيه قوي ده يجي 13 مرة دايما الأحداث الكبيرة في التاريخ بيبقى لها داما اقتصال بارس لغير الإرهاب واللي عامل فينا الإرهاب إحنا مش بس خسائرنا من الإرهاب على روح الشهد اللي راحوا إما خسائرنا الاقتصادية بالمئات المليارات بس إنت نسيت حاجة مهمة قوي يا اسماعيل إيه؟ تقوك في اليدك يا راجل إحنا مخلصين الأجل خلاص أخوانا كالتوا بالهنة والشفا يلا روحوا تخمدوا بقى وريحونا منكم قال لك لا برضو دي تيجي معقول برضو نخلص الفيلم من غير ما نتكلم عن الكباري ده حتى سيادة الرئيس ياخد على خاطره مننا ويزعل قوي دكتور اسماعيل قال لك بقى سيدي إن الكباري والطرق اللي ملهاش عدد دي واللي بتتبنى عمال على بطل في كل شبر في البلد ونقص بس تتعمل جوه حمامات البيوت مهمة جدا وضرورية وما فيش غنى عنه وده ليه؟ لماذا؟ هواي؟ بوركوا؟ لأن الكباري هي أكتر حاجة بتجزم المستثمرين ورجال الأعمال الأجانب عشان يجوا يشتغلوا في البلد ويرموا فيها كل ملياراتهم بصوا بقى جماعيا إحنا رغم اختلافنا مع سيادة الرئيس طرح النخلة لازم نبقى موضوعين ونقول إن في النقطة دي تحديدا دكتور اسماعيل وشؤونه المعنوية الجديدة عندهم حق بصراحة لأن علميا معروف فعلا إن مفيش أي حاجة بتجيب المستثمرين الأجانب على جوزهم إلى الكباري والمستثمر من دول قبل ما يخطب رجله اليمين عتبت أي دولة أو يحط فيها قرش ساق واحد لازم يسأل الأول هي الدولة دي فيها كم كباري وإذا طلعوا قليلين ومشملين الشوارع والميادين بياخد نفسه ويلم فلوسه بقجة ويتكل على الله يمشي وزي ما فيه جوازات وقفت على باكو فيه استثمارات كتير ووقفت على كباري طبيا بقى بيقولك إن المستثمرين الأجانب مختلفين عن بعض في حوار الطرق الكباري ده يعني مثلا فيه مستثمر بينجزب للكباري العلوي وأول ما بيلمح بلد فيها كبري علوي بيجري استثمر فيها كل الحلطه على طول فيه بقى مستثمر تاني بيريّل على كباري المشاة وفيه اللي غاوي أنفاء وفيه اللي بيهيج على الطرق السريعة والحمد لله سيادة الرئيس بحنكته وعبقرياته قدر يلبي كل الأزواق دي ويعمل كل الطرق والكباري والإنفاء اللي تخلي كل مستثمرين العالم يبيعوا اللي وراهم واللي قدامهم ويجوا ويشتغلوا عن ده بس الغريبة بقى إن بعد كل ده المستثمرين الأجانب مجوش برضو ولا هوبوا ناحية مصر ما تفهمش ليه بصراحة هيكباري بتاعتنا مش قد المقام ولا إيه إحنا كنا رقم 118 على العالم في جودة الطرق دلوقتي بينا رقم كم؟ رقم 28 لا ضرور يعني كده أخذنا كاس العالم في الطرق؟ انت هتكلطين يا سيادة ليه يا خوش؟ بسأل أخوك مش أخوك ده صحة مصنع؟ لأ أنا مستثمر وعايز استثمر في بلد ولقيت الطرق بتاعتها بايزة وخلطانة هعمل إيه؟ ههرب طبعا أنا اللي تخلينا حط فلوسي البلد ممكن مثلا عربية شايلة بضعة تقيلب على الطريق واختر بضعتي بقى وفلوسي ولا مثلا يبقى عندي مشوار مهم رحاقة بالعميل أو حاجة واتأخر في إشارة ولا في طريق بايز ليه يعني؟ أكلف نفسي ده كل مريم وأنا رجل وقتي بفلوس يا أول صفحة كتاب للتصار عايز تعمل استثمر تعمل طرق عشان ده استثمر ده يمر من خلال احنا عملنا شبكة طرق قد من اسكندرية القصوان خمس مرات وطورنا وحدثنا القديم حفاظنا على أرواح الناس وحفرنا ألفاء تحت قناة السويس عشان نعمر سينا دي مش تنمين؟ خيابة ولا ستالة؟ ايه اللي ممكن يخلي رجل أعمال أجنبي معاه عشرة جنيه بس حتى يخدهم ويروح يستثمر في دولة رئيسها قاعد طول النهار والليل يتكلم عن الإرهاب اللي معاشش فيها ولابد على حدودها وما بيبطلش تفجيرات في كمينها وبيهدد أمنها وحياة شعبها كل ثانية ازاي مستثمر ممكن يآمن على شغله وفلوسه في بلد الحاكم بتاعها بذات نفسه بيقول انه بيخبل مشاريع من أهل الشر عشان ما يفجروهاش وما يضمروهاش وما بيبطلش كلام عن أعداء البلد اللي لابدن لها في الضرق وعاوزين يضربوا استقرارها ويحولوها لسوريا والعراق طب بلاش دي مين رجل الأعمال المجنونة اللي فلوسه كلها حرام وكسبها في بارتيتة أمار وهيسيب الدنيا كلها ويروحوا يستثمر في دولة جيشها سايب الحدود وبيشتغل في البزنس ومسيطر على كل اقطاعات الأعمال في البلد من أول العقارات والأسمنت لحد لبن الأطفال ومزارع الجنباري منزوع الرأس وبيحتكر كل الشغل وبياخد كل المشاريع بالأمر المباشر وبيملك كل السلطات والامتيازات والصلاحيات اللي بتقتل أي منافسة مع القطاع الخاص هيا دي الأسباب اللي بتخلي المستثمرين ما يقربوش من مصر حتى لو بقى فيها مليون كبري من كل المأسات عشان كده سيادة الرئيس اسم الله عليه دلوقتي بقى زي ما بيشحت سلف وقروض بيشحت استثمارات كمان وكل يوم التاني يطلع يتحايل على أسياده في الخليج عشان يجوا يستثمروا عندنا ويشتروا أصول البلد اللي هم عاوزينها بعد كده كنا على معاد مع فقرة نص الإنجازات المليانة والحاوي كاتب السيناريو تقمص شخصية السحر شحتة وبقى عمال يلعب بالتلات ورقات ويخفي السلبيات في عبه ويطلع بدلها الإيجابيات يعني تلاقي الدكتور اسمعيل وصحبته بيفكرون ان الكهرباء ما شاء الله ما بقتش بتقطع بس ما بيقولش ان فواتير الكهرباء زادت على الناس عشر أضعاف في ظهر في كم سنة وما بيقولش ان مصر يمكن تكون هي الدولة الوحيدة في العالم اللي بتاخد من الناس فلوس الكهرباء مؤدم وحتى دي بتسرق فيها كمان والفلوس بتختيفي بسخبة أسود كده بعد ما الناس تشحن الكروت وبعدين يحمدوا ربنا على اكتشافات الغاز بس برضو ما يجيبوش سيرة اننا بنستوردوا من الصهاينة وانه معظم انتاج الحقول الجديدة اللي فرحانين بيها دي ملك للشركات الأجنبية اللي لها حق التنقيب مش ملك للدولة يعني ولا حاجة مع كلمتين حلوين بقى عن المدن السكنية الجديدة اللي الدولة بتبنيها عشان تقضي على مشكلة الإسكان بس بينسوا ان أغلب الشواء اللي في المدن دي فاضية وبتنش لأنها غالية جدا وما فيش مواطن يقدر على تمانها والدليل على كده ان التقارير الرسمية بتاع الجهاز التعباء والإحصال تابع للدولة بتقول ان مصر فيها حالياً 3 مليون شقة فاضية غير مستغلة من أسوان للبحيرة يعني مش بنعمر في القاهرة بس لأ بنعمر في كل مصر دي مش اسمها تنمية اسمها عدالة في تنمية عارف مش بس النقل مهم بالنسبة المستثمر زيه البنية التحتية كمان حاجة مهمة جدا الكهرباء مثلا الكهرباء دي عماد أي مصنع تخيل انت بقى مصنع مجرد كهرباء هيحصل في ايه هيقفل طبع القادة اللي هنالعدين هتكوننا رح نقعدها في 2012 ولا 2013 مليار الكهرباء ما تقطع فكرتني فينا ما كانش ليخزن الشامع في الدرجة عشان لما الكهرباء تقطع البنية التحتية يا جماعة البنية التحتية كانت متهلكة خمسين سنة ما بتتحدسش حدسناها وبدل ما كان عندنا عجز بقى عندنا وفرة تنمية دي أولا مش تنمية شتانة ولا خيانة وفي النهاية وقف الدكتور اسماعيل زي الباشا في البلكونة وفي ايده كوباية شاي عشان يطمن شباب البلد على المستقبل ويبشرهم بسواد أغمأ من الشاي اللي في ايده ويقول لهم ان الحالة كرب والعملية ضنك والدنيا بيز على الآخر والاقتصاد بينهار واللي جاي أوحش مش أحلى بس طبعا كل ده سيادة الرئيس مالوز زنبي فيه ولا بيحصل بسبب سوء إدارته وينعدام كفاءته وفشلوا وقراراته الغلط لا خالص قطع اللي يقول كده سيادة الرئيس ده نبي وما بيغلطش وكل قراراته صح بس للأسف فيروس كورونا وحرب أوكرانيا منهم لله هم اللي دخلوا البلد في أزمة وخربوها ودمروا اقتصادها وعطلوا عجلة التنمية ومانع وسيادة الرئيس من إنه ينطلق بمصر للفضاء رغم إنه كان خلاص سلكب بيها الساروخ وبيدور وهيفتح الرابع طب قولي بقى بما إنك متفقل زي عوايدك كده وإحنا راحين على فيل ما كذبش عليك الأوضاع مش في أحسن حالاتها في العالم كله مش عندنا بس أزمة كورونا كانت أزمة قيلة وكبيرة على الصوت قول ما بدأت تخف ظهرت حرب روسيا وكرانيا اللي تكلفتها تبقى أكتر بكتير وبعد البشارة العظيمة دي بتيجي أهم وأحلى وأسعد حتة في الفيلم وهي إنه بيخلص الحمد لله عشان يدي فرصة للمشاهدين إنه هم يشوفوا حالهم بقى ويحاولوا يتعافوا من القرف اللي فراجوا علي ده إيه اللي يروح يتشل بقى وإيه اللي يروح يتعالج وإيه اللي يروح يدمن بنجو وإيه اللي يروح يتطمن على مرارته هو ده الفيلم العبقري اللي سلطة البلح جريت أنتجته وكتبته وصولته وبينزل عليه الوحي وتوهمهم إنهم عايشين في سعادة ورفاهية بس مش حاسين بيها لأنهم جاهل أو ما لهمش في الاقتصاد ولا بيفهموا فيه ومش مقدرين نعمة إن بيحكمهم نبي وجهبز وطبيب اقتصاديين قد الدنيا وقال إيه مش عجبهم وعاوزين يخرجوا يتظهروا ضدوا لمجرد إنه فقيرهم ونجوعهم ونمرر عشيتهم ياخي حاسبي الله ونعم الوكيل في الشعب النمرود ده وفي اللي عمل الفيلم ده بالمرة كمان يالله متوفق على خير إن شاء الله